هل يعاني الذهب من قيود التحركات العرضية المملة؟ أم أن هناك صعوداً كبيراً يلوح في الأفق مع اقتراب البيانات الأمريكية الحاسمة المتعلقة بالتضخم؟ في حلقة اليوم من برنامج شفرة الذهب ليوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر من العام 2024 نكشف لكم أسرار التحركات القادمة ونطرح سيناريوهات قد تقلب الموازين في الأسواق بالإضافة إلى ذلك سنقدم لكم فرصة مباشرة وحية ستستفيد منها سواء كنت متداولاً على المنصات أو مشترياً للذهب بصيغته الفعلية فلنبدأ حلقتنا اليوم ونفك شفرة الذهب سوياً أرحب بكم أخواني الأحباء في حلقة جديدة من برنامج شفرة الذهب ليوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر من العام 2024 إذن أخواني الأحباء نبتدأ هذه الحلقة بفقرة التحليل الابتصادي والجيو السياسي ونشاهد أخواني الأعزاء أن اليوم لدينا خبر وحيد مؤثر على الذهب وهو على الدولار الأمريكي يصدر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو تقرير فرص العمل بينما الملحمة الكبرى والبيانات الهامة جداً والذي سوف تؤثر سوف تصدر في جلسة الأربعاء على الدولار الأمريكي وجميع الأوقات الظاهرة أمامكم هي بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني الأحباء من يرغب بالحصول على هذه الصفحة للإطلاع على البيانات الاقتصادية بشكل لحظي فور صدورها والحصول على العديد من الأدوات الخاصة بتداول الذهب والأسواق المالية المختلفة فقط اكتب في التعليقات على قناة اليوتيوب مفكرة اقتصادية وسوف يصلك الرابط بشكل مباشر البعض قد يتساءل لا يصيلنا الرابط ورغم أننا قمنا بطلب الرابط في التعليقات تذكر أن تكون مشترك في القناة ليصلك الرابط بشكل مباشر إذن أخواني الأحباء نشاهد إذا صدرت هذه البيانات بشكل سلبي سوف تمنح الذهب تعزيز إيجابي أما إذا صدرت بشكل إيجابي قد تضغط على الذهب وسوف نتحدث بالتفصيل الممل أخواني الأحباء في الفقرة القادمة وهي فقرة التحليل الفني إذن أخواني الأحباء لننتقل إلى فقرة التحليل الجيوسياسي لليوم شاهدنا أخواني الأحباء المنطقة تشتعل في الشرق الأوسط وتتصاعد في التوترات الجيوسياسية والعسكرية وحتى اللحظة هناك اضطرابات ما بين روسيا وأوكرانيا وهذا قد أدى إلى تخوف من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وأيضا أخواني الأحباء زادت هذه الأحداث الأخيرة من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى جانب التصريحات الذي أدلى بها ترامب حول مجموعة بريكس أنه سوف يفرض على أي دولة تستغني عن الدولار رسوم جمهورية بنسبة 100% ولكن حتى اللحظة لا تزال عبارة عن تصريحات تهديدية لن تنفذ على أرض الواقع طوال ما أنه لم يستلم أداء المهام بشكل جاد وبشكل فعلي فلذلك أخواني الأحباء هذا ما سوف نتحدث عنه بشكل أو بآخر إذا استمرت التوترات العسكرية والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط نتوقع أخواني الأحباء أن تستمر أسعار الذهب بالحفاظ على إيجابيتها والصعود مجددا أما في حال تهديئة الأوضاع قد تشهد الأسعار استقرارا أو انخفاضا تصحيحيا طفيفا خلال هذه التداولات والتحركات إذن أخواني الأحباء قبل أن ننتقل إلى فقرة التحليل الفني نذكركم أنه لدينا في الموقع الإلكتروني قسم خاص بأسعار الذهب اللحظية بجميع العملات المحلية أخواني الأحباء ولشتى العيارات المختلفة لديكم أسعار القرامات فقط اختار الدولة وسوف يظهر لديك السعر الفوري واللحظي وهنا مقارنة ما بين الأسعار بالدولار الأمريكي والعملات المحلية وأيضا هنا رسم بياني وهنا بإمكانك كتابة الكمية الذي تملكها من الذهب وتختار وتحدد نوع العيار ويعطيك سعر البيع أي الذي تبيع به الذهب الذي لديك عند الصائغ وهنا مقارنات لمدة شهر لمتوسط الأسعار إذا كنت ترغب بالحصول على رابط هذه الصفحة بشكل مباشر اكتب أسعار الذهب وسوف يصلك أخي الحبيب بشكل مباشر إذن أخواني الأحباء لننتقل إلى فقرة التحليل الفني ونشاهد ما الذي يخبئه لنا الرسم البياني خلال الساعات القادمة إذن أخواني الأحباء نبتدئ فقرة التحليل الفني للذهب ونشاهد أن الذهب على المدى المتوسط لا يزال أسير ومحصور ما بين القناة العرضية الماثلة ما بين مستويات 2600 دولار و 2700 دولار مقابل الأنصة الواحدة وتحدثنا في التحليلات السابقة نتوقع أن تستمر الأسعار بالتأرجح سعودا وهبوطا في ظل هذه المنطقة المضللة أمامكم في الرسم البياني ولكن بالمجمل وعلى المدى الطويل تداولات أسعار الذهب أعلى 2600 دولار مقابل الأنصة الواحدة لا تزال تضعه في ظل السيناريو الإيجابي المرجح فنيا ولكن تحدثنا أخواني الأحباء لن نشاهد تأكيد على استئناف الصعود وتحقيق قمم تاريخية جديدة قد تطال 2850 دولار إلا بشرط وحيد وهو اختراق مستوى 2700 دولار مقابل الأنصة الواحدة باختراق مكتمل الشروط والأركان ولمن يسأل عن ما هي شروط وأركان الاختراق فقط اكتب في التعليقات كلمة اختراق وسوف يصلك رابط مباشر أخي الحبيب للشرح ولكن تأكد أن تكون مشترك في القناة ومفعل الجرس ليظهر لديك الرد المباشر إذن أخواني الأحباء حتى اللحظة والذهب يترقب صدور البيانات الملحمية خلال الأسبوع الحالي للتضخم في الاقتصاد الأمريكي وعاصفة البيانات الأمريكية الـ NFP في جلسة الجمعة يحاول الذهب أن يستمد بعضا من الإيجابية ويستبق هذه البيانات ويصعد صوب مستوى 2700 دولار مقابل الأنصى الواحدة ونشاهد أخواني الأحباء وبالرغم من البيانات الأمريكية التي صدرت مجملها بشكل إيجابي خلال الفترة السابقة إلا أن الذهب يأبى السقوط ويأبى التراجع في ظل تسارع الأحداث العسكرية والجيو السياسية واتساعها في منطقة الشرق الأوسط وشاهدنا الأحداث الأخيرة الذي حدثت أخواني الأحباء ونجم عنها موجة من الضبابية والتخوف في ظل منطقة الشرق الأوسط فلذلك أخواني الأحباء هذه نتائج لعدم سقوط الذهب وتماسكه عند المستويات الحالية ولكن على الصعيد الفني نتمسك بمفتاحات تداول للذهب 2600 دولار و2700 دولار مقابل الأنصى الواحدة من المهم أن هناك العديد من الأسئلة والتساؤلات هل نشتري الذهب الآن؟ هل نبيع الذهب الآن؟ هل سوف يصعد الذهب ويحقق قمم تاريخية أم يبدأ في الهبوط؟ بإذن المولى عز وجل سنجيب عن كل هذه التساؤلات في الفقرة القادمة وهي فقرة فرصة اليوم والذي من خلالها سنجيب على التساؤلات للمتداولين على المنصات وأيضا للمشتريين للذهب بصورته الفعلية سواء على المدى الطويل أو على المدى القصير وأيضا للمتداولين على الكاش الفيزيكل وأيضا للإخوة الأحباء من يرغبون بشراء الذهب بصيغة جنيهات ما تسمى بالويز أو أيضا مشغولات ذهبية إذن أخواني الأحباء لننتقل إلى فقرة فرصة اليوم ونبتدأ بفرصة اليوم للمتداولين على المنصات جميع الإخوة المتداولين على المنصات لديكم فرصة شرائية للذهب تتحقق مع تحقق شروط الاختراق لـ 2650 دولار للأنصة الواحدة إذا نجحت الأسعار على فريم الـ 15 دقيقة تطبق الشروط والأركال للاختراق على فريم الـ 15 دقيقة اختراق واضح وصريح لـ 2650 دولار سوف يمنحك فرصة شرائية تستهدف مستويات 2666 دولار وأيضا 2680 دولار وقد تطال 2720 دولار مقابل الأنصة الواحدة وحينها أخواني الأحباء إذا تحققت شروط الاختراق بإمكانكم وضع وقف الخسارة أدنى مستوى الـ 2630 أو 2620 وهذه ليست توصية إنما هي فرصة مبنية بناء على التحليل الاقتصادي والفني ولك حرية الدخول وأيضا تحديد إدارة رأس المال والريسك منيجمنت وهو إدارة المخاطر إذا أخواني الأحباء هذه هي الفرصة بالنسبة للإخوة المتداولين على المنصات ومن لا يعلم ما هي شروط وأركان الاختراق اكتب فقط في التعليقات كلمة اختراق وسوف يصلك رابط الشرح المباشر تطبقه على فريم الـ 15 دقيقة وتأكد أن تكون مشترك معنا في القناة ليصلك هذا الرد إذن أخواني الأحباء بالنسبة للإخوة الأحباء مشتريين الذهب بصيغته الفعلية كاستثمارات طويلة للمدى من 7 إلى 10 سنوات اشتري الذهب من المستويات الحالية ولا تأبه بأي تصحيحات لأنه خلال هذه الفترة من الزمن الذهب بطبيعته مرتفع ويتصاعد منذ أيام الفراعن حتى اللحظة فلذلك حينها سوف تكون حافظت على قيمة النقد الذي لديك وأيضا قد تلقيت مردود استثماري جيد ومناسب فإذا كنت تنوي الاستثمار على اللونغ تيرم تذكر نصيحتين اشتري من الآن وأيضا لا تشتري إلا سبائك ذهبية لأن أي ذهب غير السبائك سوف يعرضك لخسارة ولتآكل الأرباح بسبب المصنعية وبعض التكاليف للمشغولات فاختر دائما السبائك بالنسبة للإخوة المستثمرين في الذهب على المدى القصير أو المتداولين بالفيزيكل الكاش عليكم حاليا بالانتظار أنا أشاهد أن شراء أدنى 2700 دولار يعتبر عالي المخاطر فمن يرغب بالشراء من المستويات الحالية فليتحمل المسؤولية الكاملة ويعتبر شراء عالي المخاطر لماذا؟ لأننا نترقب بيانات هامة جدا على التضخم في جلسة الأربعاء والخميس والجمعة لدينا عاصفة البيانات الأمريكية تقرير الـ NFP وإذا أظهرت إيجابية مفرطة قد نشاهد ضغوط على الذهب وهبوطها وأيضا نذكر أنه لدينا توتر في الأحداث العسكرية والجيوسياسية وما إن تنتهي أو تنجلي هذه الغمامة وتدخل الأمور في ظل اتفاق قد نشاهد هبوط فلذلك الشراء من المستويات الحالية يعد عالي المخاطر وعلى الصعيد الفني الشراء أدنى 2700 دولار يعتبر هاي ريسك فمن يرغب بالشراء من المستويات الحالية فليتحمل المسؤولية الكاملة وليعلم أن هناك مخاطر ولكن من يرغب بالشراء أعلى وتحقق شروط اختراق 2700 دولار حينها قد يكون مخاطر أقل وقد يكون مناسب للشراء بشكل أهداف 2770 و2850 واختراق 2700 دولار يعني على الصعيد الفني أن هناك زخم صعودي كبير قادم للذهب قد يؤدي إلى خلق متاريخية جديدة إذن أخواني الأحباء بالنسبة لمن يسألون في التعليقات عن بيع الذهب هل نبيع من المستويات الحالية؟ دائما نكرر إذا كنت أخي الحبيب تحتاج للسيولة فبإمكانك بيع الذهب الذي لديك من المستويات الحالية في حالة احتياجك للسيولة أما إذا كنت ليست محتاجا للسيولة فاحتفظ بالذهب الذي لديك فطبيعة الذهب الارتفاع على مر السنين فهو أفضل من الاحتفاظ بالكاش لأن الكاش يفقد قيمته مع موجات التضخم التي تضرب الاقتصاد العالمي كل سنة والأخرى إذن أخواني الأحباء هذه أهم النصائح بالنسبة للإخوة المشتريين للذهب بصيغة مشغولات ذهبية أو هدايا أو جنيهات أو ما تسمى بالويز الذهبي فعليكم بالانتظار حاليا لا ننصح بالشراء من المستويات الحالية اصبر وصابر قد نشاهد أخواني الأحباء هبوط للذهب تصحيحي ويعطينا المستويات أفضل من المستويات الحالية وأنتم أولى بالفوارق إذن أخواني الأحباء نذكركم أنه تم توقيف رقم الواتساب الخاص بسبب العديد من البلاغات الكيدية التي تعرضنا لها ولكن لن نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وبإذن المولى عز وجل من يرغب بالتواصل معي بشكل مباشر سوف أضع لكم رابط للتواصل فيه كل وسائل التواصل الاجتماعي بإمكانكم متابعة فيها وأيضا بإمكانكم التواصل معي من خلال الرسائل من خلال هذه السوشال ميديا وسوف أجيب على الجميع بإذن المولى عز وجل وأيضا أخواني الأحباء تذكروا دائما أن تشاركون آراءكم في التعليقات وأيضا من يرغب بالحصول على رابط التواصل فقط يكتب تواصل في التعليقات وسوف يصلك الرابط بإذن المولى عز وجل وقبل أن نصل إلى ختام هذه الحلقة أخواني الأحباء أذكركم أننا بمناسبة وصول قناة اليوتيوب إلى 100 ألف مشترك قمنا بتقديم هدية لكم وهي الكتب الخاصة بتعليم المجال وتعليم التحليل الفني من الصفر حتى الاحتراف كأساسيات وهذه الكتب قمت بنشرها على منصة أمازون كيندل وسعرها 150 دولار أمريكي والآن أقدمها لكم بشكل مجاني وللحصول على هذه الهدية اكتب فقط على اليوتيوب في التعليقات كلمة هدية وسوف يصلك رابط تحميل هذه الكتب ولكن تأكد أن تكون مشترك في القناة ومفعل جرس الإشعارات من أجل أن يصلك رابط التحميل إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم لمشاركة هذه الحلقة إلى جميع الأهل والأصدقاء والأحباب ليصل صوتنا إلى الجميع وأيضا لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم في التعليقات وتتفاعلوا معنا أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي أمان الله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلك كل ما هو جديد حول الذهب والأسواق المالية شكرا